اضحك على الأيام وبرد من الأوهام وامرح مع الأنغام وفرح بهذا العيد سلم على أحبابك وأهلك وأصحابك وقل لما نعابك مبروك عليك العيد الشعر الشعبي اليمني قد يبدو بسيطا في بعض الأحيان لكنه خير مترجم لمشاعر الناس إذ يصاحبهم في تفاصيل حياتهم اليومية صحيح هو عن الحب والشجن والفرح والأحزن والتضحية والشجاعة وغيرها من الموضوعات تتحدث الأغاني الشعبية اليمنية وإن اختلفت مناطق ولهجات كتابتها فهناك الشعر الحميني والتهامي والحضرمي المعروف باسم الدان وغيرها وللحديث أكثر عن الشعر الشعبي وارتباطه بالجمهور اليمني نستضيف الشعر الشعبي الغنائي محمد لطف النقيب في صباح بالقيسة اليوم صباح الخير محمد وإيدك مبارك صباح النور وديان صباح النور سمية وإيدك مبارك كنت طيبين إن شاء الله والجمهور إن شاء الله بألف خير وصحة وغافية يعني إحنا صعدة اليوم نستفتح هذا الصباح الجديد وهذا العيد بالأغاني الشعبية وتلاحظي أصدق محمد كيف أنه اليمنيين مرتبطين بشكل كبير بالأغاني أظن أننا كنا نتكلم على الأغنية المشهورة أغنية العيد كيف تحس كيف كانت أجواء العيد أمس وكيف قضيتها والله قضينا أجواء العيد مع الجيران والأغارب اللي هم يمنيين تجمعنا حاولنا أن نخلق جو فرائحي لنا في الغربة هذه لأنه إحنا هنا بعيدين عن أهالينا وما لناش إلا بعض يعني إحنا والزملاء والأصحاب والأغارب اللي هم متواجدين في إسطنبول فاجتمعنا وكانت لما حلوة وخلاص وكمل العيد لا بالعكس اليوم أنت يا محمد نقلت لنا أقواء العيد بلد زي الشعب اليمني هذا الله يسعدكم هذا جزء بسيط من حنيننا إلى الوطن فعلا طبعا محمد أنا سعيدة أنت زميل مقاعد الدراسة في كلية الإعلام واليوم أشوفك في هذا المكان إن شاء الله ومنها للأعلى بداية محمد حدثنا عن الشعر الشعبي في اليمن الشعر الشعبي بداية هو جزء بسيط أو فرع من فروع الأدبة الشعبية اليمنية اللي هو عبارة عن الفلكلور أو التراث لسنوات المئات السنوات ظل الشعر الشعبي على رأس قائمة الأشعار التي يتداولها الناس في مناسباتهم في أفراحهم في الحروب في كل شيء فالشعر الشعبي في اليمن هو الأكثر قربا إلى الجمهور من الفصحة اللي يسمى شعر النخبة يعني الجمهور يعني مثلا المستمع أو القارئ لا يضطر أنه مثلا يصير يدور معنا كلمة معينة أو شيء مثل الفصحة شعر شعبي ما أخوض من الكلام المحكي من اللهجة الشعبية الدارجة إيش اللي يميزه يعني عن الشعر عن باقي الأشعار الشعر الشعبي الشعر الشعبي يميزه أنه بلهجة الناس يحقق بكل أنواعهم مثل ما ذكرته في المقدمة في شعر حميني الذي هو الصنعاني وفي شعر حضرمي الذي هو الدان والشعر التهامي هذا يميز الشعر الشعبي أنه بلهجة كل منطقة وجد فيها أو خلق فيها ولكن أكثر انتشاراً الشعر الصنعاني اللي هو الشعر الغنائي الصنعاني هذا يسمى الشعر الحميني طبعاً لا يعرف تاريخ الشعر الحميني ولا متى ظهر ولا سبب التسمية هناك شعراء اجتهدوا ولكن كل اجتهاداتهم ما وصلتش إلى تعريف حقيقي أو تعريف بالاسم أو تاريخ الظهور على سيرة الشعر الشعبي محمد وكيف هو قريبنا الناس ذكر قصائد وأغاني أبو نصار كيف كانت خفيفة ويتغنى فيها الكبار والصغار والشيابات يعني كانت مفهومة للجميع يعني طيب محمد كيف أثرت القصائد الشعبية على الفن في اليمن؟ أو كيف أثرت؟ نعم نقدر نقول أنه لو لا القصيدة الشعبية لما وجد الفن أساساً ولما وجد الفن اليمني من أصولها يعني من قديم الزمان من المئات السنين والشعر الشعبي بيرفد الفن اليمني سواء كان عبارة عن الأغاني أو الزوامل بمفهومها القديم أو التواشيح أو كل شيء في اليمن يتعلق بالشعر الشعبي الشعر الشعبي أنواع كثيرة مثلاً كتب الشعراء لموسم القمح كتب الشعراء لموسم البن كتب الشعراء أن هذا الشعر الشعبي كان رافض أساسي للفن اليمني فعلاً كان حتى يتعالموا بالمواسم فيه ويمدهم بالطاقة في المزارع بالمهاقلة الشعبية فعلاً هو جزء من الأرض والإنسان اليمني صحيح والبالة وغيرها والملالة الشعبية كل هذه تندرج تحت شعر الشعبي طيب أش رأيكم نروح نشوف مقطع ونرجع نواصل بقية الحديث معك أستاذ محمد موسيقى والنبي يا خل ما أعشك سواك والنبي أهواك لو عذابتني والنبي يا خل ما أعشك سواك والنبي أهواك لو عذابتني يا حبيبي المهم عندي رضاك يا حبيبي المهم عندي رضاك أسألك بالله لا فلكني أسألك بالله لا فلكني شاهدنا محمد مقطع من أغنية للفنان علي الهمداني إيش رأيك هذه الأغنية؟ والله رجعتني تقريبا لا قبل نقدر نقول ثمان سنوات طبعا هذه الأغنية أول أغنية أو أول قصيدة غنائية تغنت من كلماتي كنت سعيد بها بشكل كبير يعني التقيت أنا والفنان علي الهمداني اللي أوجه له تحية فنان قدير وراي وأقول له عيد مبارك من شاشة قناة بن القيس التقيت أنا هو في عرس وقرأت لها القصيدة هذا فقال لي خلاص هذه حقي بعدين كان تصلي قال تعال سمعك اللح فرحت كانت فرحة عظيمة جدا بالنسبة لي لأنها أول أغنية دائما أجعلها أشكل موضوعها الأغنية؟ القصيدة تحب كتبتها قصيدة تحب أيها جميل طيب أش رأيك الآن نسمع يعني قصيدة منك هكذا يعني تختارها سمعكم هذه القصيدة اتفضل والنبي يا خل ما عشك سواك والنبي لهواك لو عذبتني يا حبيبي المهم عندي رضاك والتعب منسي إذا قذرتني أبتسم وارتاح في لحظة لقاك وافتهن لو ما تقول بتحبني عاشقك مغرم بيتنفس هواك بس بعدك لو يطل بيهدني مطعمك ما لذ قبله من لماك زيدني من خمر ثغرك زيدني تعجز بيات القصيد من حلاك توصفك يا أبو مباسم دوعني مطعمك ما لذ قبله من لماك زيدني من خمر ثغرك زيدني تعجز بيات القصيد من حلاك توصفك يا أبو مباسم دوعني نفسي أقضي كل أوقاتي معاك كل ما أشوفك أقول لك ضمني يا حياتي كل ما أملك فداك وأسألك بالله لا فلتني أسألك بالله لا فلتني حلسانك إن شاء الله ما يجيبش ربي حد يعني هذا البعد أو الفراق وما تفلتش حد وأحبابك يا محمد عافى أبدانكم الله أحفظكم طيب أنت يعني اللي أنت تجربه دائما هو الشعر الصنعاني هل جربت مثلا تخط تجربة يعني تروح للأهجات ثانية أو للموضوع فيه صعبة؟ والله الأمانة بالنسبة لي أنا كشخص عشت وتربيت وفي صنعاء صعبة شوية الشعراء اللي كتبوا قصائد تهامية أو قصائد كانوا عايشين في هذه المناطق أنا ما حاولش للأمانة لأنه ما أناش ملم دائما ما يعجبنيش إن أنا أخوض فيه شي ما أقدرش إن أنا وفيه حقه طيب احكي لنا عن أبرز أعمالك أيش الأغاني اللي يعني شعراء أو فنانين غنوها؟ غنى تغنت من كلماتي قصائد كثيرة غنى للفنان حمود السماء غنى للشرف القاعد غنى للفنان يحيى الجبل غنى للسامة الخزاعي برضو غنياه كثير من الفنانين تغنوا من كلماتي تحياتنا لكل الفنانين حيث هم بارك كل عام بخير إن شاء الله طيب دائما لما يسأل الشاعر إن القصائد الذي يكتبها هل هي نابعة من تجربة ذاتية أو لا يختلف الأشخاص وقولوا هاقس وفيه ناس يقولوا له هذه التقربة شخصية ماذا عنك محمد؟ والله يشوفوا أحياناً يعيش الشاعر ما كتب وأحياناً يكتب ما يعيش وأحياناً لا هذه ولا هذه إقابة خطيرة هذه إحنا كشعرة يعني مثلاً وقات نكتب عن موقف معين ووقات ممكن إحنا نتقمص الشخصية بما أن إحنا عشنا حداث وتابعنا أشياء وسمعنا فممكن أنا أكتب قصيدة ما عشتها أشاناً أطلاقاً وممكن أكتب قصيدة عشتها ولكن يقال أن أجمل القصيد هي التي كتبت عن موقف معين إحنا ممكن أنا مثلاً وأنا ماشي أسمع واحد مثلاً بيقول صديقه وين أنت يا حبيبي غايب مثلاً ألتقطها فكرة فكرة قصيدة وين أنت يا حبيبي غايب وأكملها قل لي سنهما بسرتك شو مدري أي شو دا خلاص وتعتبر قصيدة يعني حتى المخيطين يساعدك في هذا الشيء يساعدوا كثير المنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي القصيدة التي هي متنوعة في كل مكان ممكن تطلع لك بفكرة حتى المسلسلات كل حاجة كل شيء في الحياة هذه فكرة فكرة قصيدة لما أنه شعر يصيغها والإنسان ابن بيئته في الأخير صحيح طيب بالنسبة للقصيدة الشعبية أنت تظن أنه ما تزال محافظة على مكانتها في المجتمع نعم في المجتمع اليمني وفي الخارج سواء منذ القدم أو الآن أيضا في شعراء شباب في الوقت الحالي طبعا ما نتكلمش على العمالقة التي كتبوا الشعر قديما أو في العقد الماضي في شعراء شباب حاليا الآن كتبوا الفنانين في الخارج خليجيين في أغاني انتشرت كثيرة كلماتها يمنية لكن هي ليست شعبية يعني مش شعبية كثير ما يفهمها تكون كلماتها مفهومة لحقها بيضا نقول نعم كلماتها مفهومة للخارج وللداخل فالشعر ما زال محافظ على مكانته بشكل كبير الشعر الشعبي إن شاء الله طيب محمد يعني هل ممكن نشوف قصائدك الشعبية القميلة هذه مقمعة على شكل كتاب أنا والله فكرت كثير وقد كنت قلت على شاشة قناة بلقيس قبل سنتين في برنامج ليالي بلقيس إن أنا كنت إن أنا أعتزل الشعب لأنه ليش يصلى الواحد لا مرحلة وقات يعني يشوف مستقبله أفضل لأنه يقول لكم الشعراء فقراء لما واحد يجلس مكانه فكنت أعلنت إن أنا في قناة بلقيس أو اتكلمت إن أنا شابط للشعب لكني تراجعي في الفترة الأخيرة الحمد لله والعودة كانت من طباح بالقيس صحي أتراجع تلمس الختاب لنا يلي بالقصة العودة في طباح بالقيس لذلك يقول لكم كلام الليل يا محوهن خلاص محينا إحنا صحي فقبل فترة فتحت إرشي فيها القديم وفتحت تلفوناتي القديمة وفتحت فلقيت قصائد كنت حتى أنا ناسي إني كتبتها في قصائد والله العظيم يعني ما أكذبش إني قصائد بالله شيء أنا اندهشت قلتها يعني معقول لنا كنت أكتبها كذا كانت دروة كتابتي في عام 2016 2017 تقريباً أكثر شيء أكثر شيء كتبت فيه فالآن إن شاء الله فكرت إن أنا أنا عمل كتاب كتاب صغير بعنوان معين أحفظ فيه أقل شيء حقي إذا ما وصلت حتى الشعر إن أنا أحفظ فيه القصائدي حقك الأدب أكيد مكفولة صحيح جداً طيب إحنا باقي معنا دقيقة نختمها بقصيدة أشرايك أستاذ محمد أختم لنا بأي قصيدة من اختياراتك طيب إحنا بأجب لكم مثلاً قصيدة من اللي أشتهم وكتبتها طيب أمان إهلا بكيت دموعك غاليات وأتغير جمال العيون الحاليات امسح دمعتك يا عظب الصفات والله إن الدموع عليك مش لايقات أمان إهلا بكيت دموعك غاليات وأتغير جمال العيون الحاليات امسح دمعتك يا عظب الصفات والله إن الدموع عليك مش لايقات كيف تسخى أمانه على هول الخدود خدودك مثل باقي حوات كل الورود ولو تشتي تصدق تمر يا عنود وشوف إن المرايا على قولي شهود وربك ما خلق عيونك للبكة ولا هذه المباسن الكلمات الشكة فلا تشكي وتبكي وسمعني حكة يطفي نار قلبي وقلبك دي اشتكى ونحن سعيدين محمد إنك كنت معنا وفعلا ختامه ومسك بهذه القصيدة ونورتنا في صباح بالقسبة أول حلقاتنا لعد الفتر المبارك وتحياتنا لك والأسرتك الكريمة أنا سعيد نجلة وجبان يا رب الله يحفظهم وكل سنة أنتم طيبين أنا سعيد وأنتم طيبين إن شاء الله وشكرا لكم شكرا لك شكرا لكم شكرا لكم